أسرح نبدأ بتحضير رص بالزعفران والشعرية. Now it's time for us to prepare سافران and noodles rice. For this recipe we need these ingredients. Half teaspoon سافران threads نصف ملعقة كوب خيوط زعفران Quarter cup hot water ربع كوب ماء حار 3 cups long grain بسماتي rice 3 كوب رص بسماتي 4 to 5 tablespoons vegetable oil 4 to 5 ملاعق طعام زيت 1 cup crumpled vermicelli noodles 1 كوب شعرية 3 to 4 cups water 3 to 4 كوب ماء Salt ملح I mix the saffron threads with the hot water and left it for about 2 to 3 hours. It's better, of course, to leave it for a long time than just like 15 or 20 minutes to give you this, of course, a nice color and it's gonna be very concentrated and it's gonna taste a lot better the rice. طبعا تركنا خلطنا خيوط الزعفران مع الماء الحار وتركنا لي مدة 3 ساعات كل ما تتركو لي فترة اكثر كل ما طبعا اللون رح يكون كلش مركز وطعمه رح يكون كلش طيب So now it's ready for us to use and here in a pot like this I will heat some oil ورح نحمي 3 to 4 ملاعق طعام من الزيت في قدر مثل هذا We'll let it heat the oil is nice and hot It depends on how it feels at least we like the other we will add the noodles رح نضيف الشعرية ورح نحرك إلى أن تنقلي We will stir until the noodles are nice and golden The noodles are golden brown ويبدو جميلة الشعرية انقلت صار لونها ذهبي عندنا هنا ورا ما غسلنا طبعا الرز بماء بارد ونقعنا لمدة 15 دقيقة صفينا الماء من عنده ونقعنا لمدة 15 دقيقة ونقعنا الماء ونقعنا الماء ونقعنا الماء ونقعنا لمدة 15 دقيقة ونقعنا 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 كل الماء ماء جميلة باستخدام ونحرك بأنه كل الحبيبات الرز تتلوث بالزيت خطوة كلش مهمة خطوة كلش مهمة ونقعنا بأنه ونقعنا بأنه ونقعنا حتى ينطينا طبعا الرز اللي يكون كلش طبعا ما يكون مهروس أو أضب السفرين الزعفران الزعفران ونقعنا كل شيء وأضب الزعفران ونقعنا ونقع الماء يجب أن يكون مغطى بالماء على الأقل فوق الماء. نضيف الملح و نضيف الملح و نتركه إلى أن يبدأ يغلي. المحلول بدأ يغلي. المحلول بدأ يغلي. المحلول بدأ يغلي. تستعمل قليلا من أماء ورد لهذا النوع من الرز إذا يعجبكم. يمكنك أيضاً أكثر ملح وضيفة. يمكنك أيضاً أكثر ملح لرز. 1-2 طب. لا أكثر من هذا. الآن نضيف الملح و نضيف الملح. نضيف الحرارة. و دعنا طبعاً الغطاء للقدر. سوف نتركه ينطبخ لمدة 10 إلى 12 دقيقة أخرى. و سوف نقوم بتحضير حلاوه من السماء بعد الفاصل. شكرا